اشتركوا في القناة اكم ساعة وبعدها بنتقل لمنزلة اخرى ولكن هو الان في منزلة ساعة الدابح وهي العلاج والفراق والخلاص والحرية طبعا رح يضل القمر في هاي المنزلة لغاية الساعة 47 دقيقة مساء من مساء اليوم الجمعة بتوقيت جرينتش بعدها بده ينتقل القمر لمنزلة ساعة بلع وهي منزلة للعلاج والفراق واتلاف الاموال والحرية ورح يضل فيها من طيلة النهار تقريبا لساعات المساء من ساعات مساء اليوم السبت الساعة 35 و36 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش اللي هو مساء السبت بصير القمر موجود في منزلة ساعة السعود وهي منزلة للتوطيد العلاقات والحرية والربح والتفريق طبعا القمر ما زال موجود في برج الجدي اليوم كمان وفي عنا خلوم مسار ولكن ما رح ينتقل اليوم القمر لبرج القوس فعشان هي الى برج الدلو فعشان هيك برضو اليوم تأثيراته ووجودها في برج الجدي ورح يأثر على جميع الابراج انه في هاي الفترة منعود الى طبيعتنا الجادة منحاول انجاز عمل متراكم نجد انه الامور ما بتصير معنا بسهولة وممكن تسيطر علينا روح التشاؤم او على البعض مننا علينا الاجتهاد اكثر بوسعنا الشروع بعمل جديد او شراء تحفة اثرية او البدء بحمية او شراء عقد تأمين او تجديد تأمين تأمين صحة تأمين سيارة تأمينات كلها بالنسبة للزوايا الفلكية البطيئة طبعا اليوم في عنا بداية زاوية جديدة وهي برضو من الزوايا اللي ذكرناها في حلقة الزهرة وهي زاوية اقتران سلبية رح تكون بين الزهرة وبين زحل وهاي طبعا بدأت تأثيراتها اليوم ولكن ذروتها رح تكون يوم ثمانية وعشرين ثلاثة ورح تستمر تأثيراتها لغاية يوم واحد وثلاثين ثلاثة طبعا يوم ثمانية وعشرين ثلاثة هي ذروتها ساعة سبعة وستة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيج هاي الزاوية لانها سلبية وقوية جدا والزهرة منتحسة بنسبة عالية جدا فبتنقطع العلاقات العاطفية الضعيفة بأي مشكلة بسيطة ومن غير رجعة برضو هاي الفترة بتدل على تراجع في الأمور اللي إلها علاقة بالمنتوجات الفلاحية اللي هي الزراعة ممكن احتراق المحصول ممكن تأخر في المحصول ممكن ارتفاع أسعار المحصول يعني أشياء من هذا النوع ومنتوجات مؤسسات الدولة والصناعات الثقيلة والصناعات الحرفية طبعا رح يصير من ضمنها اللي هو نوع من أنواع الكسل عند أصحاب هذا الحرف بصير نوع من أنواع الإهمال التكاسل اللي رح يغلب على موظفي هذا القطاع وبيقلل من عطائهم بعض المؤسسات المالية اللي هي البنوك تحديدا يعني والبورصة والأمور هاي رح تعرف اضرابات في المداخيل بسبب سوء التدبير والتبذير ورح يعاني المجال الفني برضو من الكساد وقلة المبيعات وبتقل الحفلات والسهرات بسبب ما للناس أكثر للتحفظ وبيزيد الالتزام الناس وتقييدهم بالتقاليد والأعراف الاجتماعية أما بالنسبة للزوايا اللي رح تصير اليوم معنا أول زاوية هي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون الساعة سبعة وثمانية واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرانيش طبعا تأثيراتها تقريبا من منتصف الليل وبتستمر لغاية ساعات المساء يعني مدة طويلة فمنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كانها مشاكلنا إحنا ومنساعدهم ومنحاول أنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية سلبية زاوية إيجابية بطيئة ما ذكرناها يوم أمس وهي زاوية تسديس الإيجابية بين عطارد وبين بلوتو طبعا اليوم ذروتها الساعة 10 و34 دقيقة صباحا رح يستمر تأثيرها لغاية يوم 27 ثلاث بيزيد هاي زاوية بتزيد من حدة ذهننا وقوة الحدث والنقد عنا وبتمنحنا حب للعدالة والاهتمام بالأمور الغامضة وبتساعدنا في انتظيم أعمالنا وانجاح مشاريعنا واتخاذ قرارات اللازمة في هذا المجال أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التسديس إيجابية بين القمر في النبتون وهي رح تكون ذروتها الساعة 31 و36 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينج طبعا هاي زاوية بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث وعليه فإنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلها بذلك كالفن والديكور والتجميل طبعا هاي زاوية تأثيراتها من ساعات الصباح لساعات المساء أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية رح تكون بين القمر وبين بلوتو هاي رح تكون في تمام الساعة 10 وثلاث دقائق مساء هاي زاوية بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة طبعا تأثيرات هاي الزاوية تأثير هاي الزاوية بيبدأ من ساعات العصر لساعات ما بعد منتصف الليل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين عطارد وهي رح تكون ذروتها الساعة 11.50 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج طبعا هاي تأثيراتها برضو من ساعات العصر لما بعد منتصف الليل منشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار للقمر رح يبدأ الساعة تقريبا 11.50 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج اللي هو من مساء اليوم السبت ورح يستمر حتى اليوم التالي اللي هو ما بعد منتصف الليل اللي هو منتصف الليل السبت على الأحد لغاية الساعة 12.55 دقيقة بعد منتصف الليل لا يستقر القمر في برج الدلو هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بتنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية اليوم وإذا شعرنا بأي آلام إلها أنه نتوجه للطبيب الركبتين، المفاصل، العمود الفقري، عضلات العمود الفقري، الرضفة، والعظام، الأسنان، الأوتار، الأربطة، الجلد، الشعر، والتحال، وجهاز التوازن اللي هي الأذن الوسطى والأذن الداخلية طبعا بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية يوم مناسب جدا هذه الأمور ولكن غير مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يعني جيد عمليات تنظيف البشرة أو معالجة البشرة بدون حقن وبدون جراحة برضو هذا اليوم يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة لمطعم كورونا طبعا ممكن تظهر بعض الأعراض الجانبية زي الحرارة أو ألام بالعضلات والمفاصل والأمور هاي بس هي يعني بندول أو برستيمول كل ست ساعات لمدة ثلاث أيام أو لا عند الحاجة تجد أن الأمور إن شاء الله بتكون منتازة بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحصار الهلال 23 يوم في تمام الساعة 21 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بصير 24 يوم نسبة الإضاءة بتصير 35% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم 24 سعيد بنسبة 60% القمر في الجدي حتى يوم 27 ثلاثة سعيد بنسبة 70% الآن ولكن من ساعة الصباح بصير سعيد بنسبة 50% عطارد في الحوت حتى يوم 27 ثلاثة سعيد بنسبة 15% الزهرة في الدلو حتى يوم 5 أربعة منتحس بنسبة 90% المريخ في الدلو حتى يوم 15 أربعة منتحس بنسبة 50% المشتري في الحوت حتى يوم 10 خمسة سعيد بنسبة 15% زوحل في الدلو حتى يوم 4 ستة سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثورة حتى يوم 24 ثمانية سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 28 ستة سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 29 أربعة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبيحافظوا على إنجازاتهم القائمة أهم شيء إن كنت هدئوا من انفعالاتكم ومن روعكم ومن عصبيتكم واتجنبوا مخالفة القوانين وإحرصوا على استقراركم اتجنبوا الخلافات والمجازفات الشائكة وإحرصوا على لجمها إذا شعرتوا ببداية الأمور طبعا القمر في بيت السمعة ما بجوز فيها للمغامرة ولا مخالفة القوانين برج الثور بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة واليوم بتشعروا بقوة العاطف أكثر وتجاوب أحبائكم معكم ممكن اليوم يعني بعضكم يخرج في رحلة أو تغيير جو أو نزهة أو يروجوا لعمل أو ممكن تحصل على معلومات ما كنت تتوقعها في الأيام السابقة وبرضو بيكون في نوع من أنواع النجاح والحظ في حياتك العاطفية والعائلية برج الجوزة بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة بتصير متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكتخففوا من النفقات المتصاعدة سارعوا في تهدئة الأجواء أي فترة غير مناسبة للإطلاع على أراء الغير ممكن اليوم تتلقى مساعدة أو تعاطف عليك أنك تتحلى بالليون والتفكير الموضوعي برج السرطان يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو في مجال العاطفة أو علاقتكم مع الأزواج ووسعكم إتمام خطبة أو زواج أو توقيع عقد تجاري وهذه الفترة يعني تعتبر رغم الإيجابيات اللي ذكرناها إلا أنه فيها بعض السلبية ما بينفعك فيها سوى الصبر والمرونة وما تعصب أهم شيء تفقد أعصابك لأنه ممكن تتعرض لبعض المضايقات أو الخلافات برج الأسد أنجزوا ما بغسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك وبرضو بدك تنتبهوا لغذاءكم وراحتكم وتكونوا منظمين وتحسنوا إدارة عملكم وتحاذروا من الجدال مع المعاونين وحاولوا أنوا ما تهملوا صحتكم لا تأجلوا ولا تماطلوا أي عمل حتى لو اضطررتوا للعمل لساعات إضافية برج العذراء بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم وبرضو ما بيتخلى الحظ المالي والعاطفي عنكم بتنفرج أسريركم وبتعيشوا لحظات سعيدة نسبيا أي فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط أهم إشي ما تهملوا الواجبات اتجاه العائلة والأحباء وحاولوا أن تصححوا الأخطاء برج الميزان بيوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبرضو اليوم بتجدوا نوع من أنواع التعاون ما بينكم وبين أفراد العائلة ممكن تقلق حول وضع عائلي أو منزلي ممكن تظهر مشاكل شخصية أو بعض الأعطال المنزلية أهم شيء أنه ما تتهرب من المسئولية تجاه العائلة الأجواء فيها بعض العدائية متوترة فعشان هيك برضو بدك تراعي وضعك الصحي برج العقرب بتنشطه في مجال السفر والاتصالات وهذا يوم مناسب لاجتياز امتحان وبرضو اليوم بتقدر تعزز العلاقة مع أخ مع جار وبتدعمك الحضوظ وبتكون جريء في التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديهة وخاطر بتلفت النظر الأجواء لطيفة ورأي ممكن تحمل لك لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل لتأهيل قدراتك برج القوس ثم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات تمتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية تهتموا بتوظيف أموالكم وتكونوا عاقلين في صرف الأموال ممكن اليوم تهتموا لمناقش الدعم مالي أو قرض أو تفكروا في بعض الاستثمارات والتوظيفات هاي تعتبر فترة إيجابية ممكن تحقق من خلالها ربح برج الجديد ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وممكن اليوم تبادروا إلى خطوة جديدة ادعم من مكانتكم الاجتماعية اليوم هذا بيحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليكم التحلي بالحكمة وواقعية الأمور وبتشتد عزيمتكم وبترتفع المعنويات وبتستعيدوا سيطرتكم وممكن اليوم تحققوا نجاح باهر برج الدلو طبعا هذا آخر يوم بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم ابتهدأ وترتكم لحد الركود ممكن تلغي بعض مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي أهم شيء أنك ما تحسم أي أمر لأن الفترة هاي فيها سلبية ومخيبة للآمال وممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها بفضل تأجل ليوم الغد بيكون أفضل برج الحوت بوسعكم تعزيز صداقاتكم ومنكم أشخاص اليوم ممكن يحققوا أمنية بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة بتتسع الآفاق وممكن تحتفل بنجاح أو تطور علاقة ما وممكن تعزز شعبيتك وتحصد أرباح مميزة بتفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب لجنبك اليوم رح تشعر بأنه الضغوط بتخف وبيطمئن بالك هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء